موسيقى الثانية صباحا بتوقيت القاهرة نشرة أخبار جديدة نبدأها بأبرز العناوين أنباء عن قصف الاحتلال مناطق اعتبرها آمنة جنوبية غزة واستهداف مخيم بالنصيرات بلينكين يزور إسرائيل الثلاثاء لمناقشة صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وعملية اكتياح رفح الفلسطينية الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر موسيقى والبداية مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة موسيقى 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 التضفق الكامل والآمن للمساعدات الإنسانية لأهل غزة كل مولاد صغار وناك صغار غازا يصبح جميلة التحاق من الوضع تحاول جبكا الأمر بشكل ملاد وقف إطلاق النار بغزة أبستيش وغف إطلاق النار بغزة أبستيش افادت وسائل اعلام امريكي ان اسرائيل قصفت مناطق كانت اعتبرتها امنة جنوبية غزة هذا واكد مراسلنا استشهاد فلسطيني ووقع عدد من الاصابات في قصف منزل بمخيم اثنين في النصيرات وسط قطاع غزة مشيرا الى ان القصف الاسرائيلية طال عدة مناطق حيث تستمر قوات الاحتلال في هجماتها المتوحشة على القطاع افاد مراسلنا بان طيران الاحتلال الاسرائيلي استهدف غربي مقبرة الزويدة وسط قطاع غزة وذكر مراسل القاهرة الاغبارية ان الغارة الاسرائيلية اصفرت عن سقوط شهيدين وسبعة جرحة وقال مراسلنا ان قصفا اسرائيليا عنيفا يستهدف منطقة خربة العتس في رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة وضعت الولايات المتحدة الامريكية شروطا ومحددات لاسرائيل في حال شنت اي عملية عسكرية بجنوب قطاع غزة خاصة في مدينة رفح الفلسطينية وتتضمن الشروط الاهتمام بحماية المدنيين الفلسطينيين من القصف والاستهداف وتجنب استهداف البنية التحتية والمواقع الانسانية والمستشفيات في ظل استمرار تعنت جيش الاحتلال لشن عملية عسكرية على جنوب قطاع غزة وخاصة مدينة رفح الفلسطينية على الرغم من التحذيرات الدولية من خطورة تلك الخطوة وضعت الولايات المتحدة الامريكية شروطا واولويات انسانية يجب على الاحتلال اتباعها في حال اقبل على اي عمل عسكري جنوب القطاع وسائل اعلام امريكية نقلت تلك الشروط والمحددات التي وضعتها واشنطن والتي طالبت خلالها تل ابيب بضرورة الى اهتمام اكبر لحماية المدنيين الفلسطينيين من اعمال القصف والاستهداف محذرة اسرائيل من ان ما حدث في شمال قطاع غزة لا يمكن للعالم ان يسمح بتكراره مرة اخرى في جنوب القطاع كما ذكرت ان تلك الشروط تضمنت دعوة اسرائيل للقيام بضربات عسكرية من نوع مختلف بحيث تتجنب الهجوم على مواقع البنية التحتية مثل محطات الكهرباء والمياه والمواقع الانسانية والمستشفيات في جنوب غزة مسؤولون امريكيون اكدوا ان تجديد واشنطن على حماية المدنيين الفلسطينيين جاء لتأكدها من ان اي عمل عسكري في جنوب القطاع سيكون اكثر من فوضوي وسيفاقم الاوضاع الانسانية الصعبة التي يسعى المجتمع الدولي الى معالجتها منذ السابع من اكتوبر الماضي واشاروا الى ان الولايات المتحدة عملت بالتوازي مع وضع تلك الشروط على ارسال المساعدات المحملة بالمعدات الطبية والمواد الغذائية الى مصر تمهيدا لدخولها الى قطاع غزة لمنع تفاقم الاوضاع الانسانية بالقطاع ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان وزير الخرية الامريكي انتوني بلينكين سيبحث في تل ابيب الاسبوع المقبل صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين وعملية اجتياح رفح الفلسطينية وكانت مراسلتنا افادت بان بلينكين سيزور اسرائيل الثلاثاء المقبل وتعد هذه سابع زيارة يجريها وزير الخرية الامريكي لتل ابيب منذ الحرب التي بدأتها اسرائيل على قطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي هذا وقال مستشار الامن القومي بالبيت الابيض جاك سوليفان انه يرى زخما جديدا في المحادثات الرامية الى انهاء الحرب على غزة والافراج عن بقية المحتجزين الاسرائيليين واضف سوليفان في مقابلة تلفزيونية ان جهود مصر وقطر بالاضافة الى اسرائيل تحاول ايجاد طريق للمضي قدما وخلق متنفس جديد في محادثات صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين نقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات ان المباحثات مع الجانب المصري ايجابية من ناحية الرغبة في التوصل الى اتفاق لتبادل الاسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة واضاف المصدر ان الجانب المصري يحاول فعل ما لا يصدق من اجل التوصل الى صفقة وحل الازمة مشيرا الى ان الجانب الاسرائيلي ابدى مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواته وعودة سكان شمال قطاع غزة ومن جانبه هدد وزير المالية الاسرائيلي بيتسال ايل سموتريتش بمغادرة الحكومة الاسرائيلية حال موافقة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو على المبادرة المصرية لانهاء حرب غزة واطلاق صراح الاسرى والمحتجزين واعتبر سموتريتش ان المبادرة المصرية تشكل خنوعا اسرائيليا خطيرا وانتصارا كارثيا لحركة حماس افاد مصدر مصري رفيع المستوى بوجود تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والاسرائيلي بشأن الوصول الى هدنة بقطاع غزة واكد المصدر ان الاتصالات المصرية تتم مع الاطراف كافة وان هدفها هو الوصول الى هدنة ووقف الحرب وانهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني واضاف ان مصر حذرت مرارا من التداعيات الخطيرة حال اعتزام اسرائيل اقتحام مدينة رفح الفلسطينية تحاصر درجات الحرارة العالية النازحين في مدينة الدير البلح وسط القطاع في ظل نقص حاد في المياه النظيفة ويقف النازحون في طوابير للحصول على المياه ما يزيد من معاناتهم في ظل الاجواء الحارة القاسية التي يشهدها سكان القطاع المحاصرون ليست اسرائيل وحدها هي من تحاصر سكان قطاع غزة بل درجات الحرارة القاسية ايضا هي من تحاصرهم كما لو انه كتب على الفلسطينيين المعاناة مع الاحتلال والنزوح واضيفت لهم الطبيعة مؤخرا ومع استمرار القصف وحرب المجاعة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة تحاصر درجات الحرارة العالية النازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع ما دفع الاطفال للجوء الى رش المياه على انفسهم لمواجهة درجات الحرارة القاسية وفي ظل ظروف معيشية صعبة يعانون منها نتيجة اقامتهم في خيام غير ادمية ويعاني سكان دير البلح من نقص حاد في المياه النظيفة حيث يصبح الانتظار في الطوابير الطويلة للحصول على المياه واقعا يوميا مما يزيد من معاناتهم في ظل الاجواء الطقس الحار المقترن بالنقص الحادي في المياه في قطاع غزة الذي مزقته الحرب يجعل الحياة صعبة بالنسبة للفلسطينيين وسط مطالبات من قبل النازحين للعودة لمنازلهم مرة اخرى ما بين حرارة القنابل الحارقة والشمس الملتهبة تتفاقم الاوضاع الانسانية في قطاع غزة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي تأتي تزامنا مع استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة وحرب المجاعة التي يمارسها بحق سكان القطاع حذر الامين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان ايغلاند من ان شن هجوم اسرائيلي على رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة سيتسبب في كارثة للمدنيين ليس في غزة فحزب بل في انحاء الشرق الاوسط ايضا وقال ايغلاند ان في رفح موظفين تابعين للمجلس النرويجي يعيشون في خوف لا يوصف من هجوم اسرائيلي اعتبر انه سيكون وصنة في ضمير اسرائيل وتاريخها الى الابد قالت الامم المتحدة ان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة خلفت كميات هائلة من الركام والانقاض تحتاج الى نحو اربعة عشر عاما لازالتها يأتي هذا فيما كشفت مصادر فلسطينية عن ارقام صادمة فيما يتعلق بحجم الدمار الذي شهده القطاع منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من اكتوبر الماضي بينما يتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ليقترب من اكمال شهره السابع تتواصل فصول المأساة التي تتكشف ابعادها يوما بعد الاخر ارقام صادمة عن حجم الركام والانقاض في غزة جراء القصف الذي طال كل ما في القطاع من بنية تحتية ومرافق ومنازل ليحول محافظات القطاع الخمس الى اثر بعد عين مصادر بالامم المتحدة كشفت ان الحرب على غزة تخلفت ما يقدر بنحو سبعة وثلاثين مليون طن من الركام في هذا القطاع ذي الكثافة السكانية العالية مشيرة الا ان ازالة كمية الركام الهائلة قد تستغرق نحو اربعة عشر عاما نقدر وجود سبعة وثلاثين مليون طن من الحطام والركام في غزة تشمل ذخائر لم تنفجر جراء الحرب الاسرائيلية على القطاع وسنحتاج الى نحو اربعة عشر عاما من العمل المتواصل لازالة هذه الانقاض الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كشف بعضا من الارقام الصادمة عن حجم الدمار في غزة والذي شمل اكثر من سبعين في المائة من الوحدات السكنية فضلا عن تدمير كلي للبنى التحتية ودمار شبه كامل طال المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والكنائس والمقار الحكومية والمنشآت وتأتي محافظة خان يونس لتقف كأكثر المحافظات الفلسطينية تدميرا جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل والذي اتى على كل مقدرات المحافظة واخواتها في قطاع غزة ويثير تراكم هذه الاطنان الهائلة من الانقاض مخاوف من انتشار الامراض والاوبئات بين سكانه الذين يفتقرون لابسط المقومات الاساسية للحياة وبات التساؤل شائكا حول من يتصدى لرفع هذه الانقاض ومعظمها مخلفات حديدية وقنابل لم تنفجر بما تحويه هذه المنطقة من مخاطر جسيمة تحتاج الى قدرات خاصة لازالتها وحول كم المعدات المطلوب توافرها لانجاز هذه المهمات الصعبة وتتقاطع هذه التقديرات مع تصريحات اممية سابقة تتحدث عن احتياج القطاع لأكثر من خمسة وعشرين مليار دولار لإعادة الاعمار وهو مبلغ يحتاج الى جهد هائل لتدبيره فضلا عن ضرورة وجود الضمانات للحفاظ على ما يتم اعماره وهو ما المحى اليه عدد من الدول المانحة في تصريحات سابقة اعلن الاتحاد الاوروبي عزمه منح مبلغ غضافي بقيمة 68 مليون يورو من المساعدات الطارئة لقطاع غزة واشارت المفوضية الاوروبية الى ان هذه المساعدة الاضافية تأتي في ظل تفاقم الازمة الانسانية الحادة في غزة وبذلك يرتفع اجمالي المساعدات الانسانية المقدمة من الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين الى 193 مليون يورو خلال العام الجاري قال المفوض العام لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين اونروا فيليب لازاريني ان قطاع غزة شهد خلال الايام الماضية موجة حر غير عادية ادت الى تفاقم الظروف المعيشية غير الانسانية لمليون وخمسمائة الف شخص يعيش معظمهم تحت اغطية بلاستيكية في رفح الفلسطينية واشار لازاريني الى ان اونروا تلقت تقارير تفيد بوفاة طفلين على الاقل بسبب الحرارة داعيا الى ضرورة تجنب المضي قدما في عملية عسكرية كبيرة في رفح الفلسطينية ووقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة افاد مراسلنا بادخال اربع شاحنات غاز وشاحنتين صولار الى قطاع غزة عبر منفذ رفح امس واشار مراسل القاهرة الاخبارية الى ادخال مائة واثنتين وثلاثين شاحنة من المساعدات الانسانية الى غزة عبر منفذ كرم ابو سالم مضيفا ان معبر رفح استقبل خمسة وثلاثين مصابا فلسطينيا مع تسعة وستين مرافقا تعرض وزير الامن القومي الاسرائيلي اطمار بنجفير لحادث سير في اثناء توجهه لتفقد موقع حادث الطعن بمدينة الرملة وفاد اعلام اسرائيلي بان سيارة بنجفير اجتازت الاشارة الحمراء ما اصفر عن الحادث الذي اصيب فيه ايضا كل من ابنته وصائقه ومرافقه الشخصي اطمار بنغفير وزير الامن الاسرائيلي اكثر من يستخدم الخطوط الحمراء في تصريحاته متهما بفتح الهاء او كسرها وهو ايضا من اكثر المسؤولين كسرا للاشارة الحمراء في الاولى هو متهم بتجاوز الخطوط الحمراء في الضفة الغربية المحتلة بتسليحه للمستوطنين من جهة وانتهاكاته المتواصلة للاقصى المبارك وتشجيعه المستوطنين على ارتكاب السلوك الاستفسازي نفسه في حراسة شرطة الاحتلال ولا يمل بنغفير من اتهام كل من يعارضه الرأي بانه متجاوز لكل الخطوط الحمراء حدث هذا في انتقاده للولايات المتحدة حين تحركت لفرض عقوبات على احدى وحدات جيش الاحتلال بالضفة الغربية وايضا في رفضه لتوجيه الجنائية الدولية التي قد تصدر قرارات بملاحقة قادة وضبات اسرائيليين ولانه مغرم بالخطوط الحمراء فقد كان قبل ساعات على موعد مع تجاوز اخر كسر به اشارة المرور الحمراء في حادث كاد ان يودي بحياته ومرافقيه وبينهم ابنته بنغفير تجاوز ما يجب عليه احترامه خاصة انه وزير للامن ويجب ان يكون مثالا للانضباط فاذا به نموذج للفوضى خاصة ان هذا الحادث ليس الاول من نوعه حيث شهدت الاشهر الاخيرة تزايد اعداد البلاغات عن المخالفات المرورية التي ارتكبتها سيارة بنغفير في السياق ذاته تحدثت مصادر اعلامية اسرائيلية عن ان مخالفات السير التي ارتكبها بنغفير وصلت الى اكثر من سبعين مخالفة بين تجاوز كافة الاشارات الحمراء والحديث في الهاتف خلال القيادة وتجاوز السرعة وما خفي كان اعظم قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو انه لن يقبل بما وصفها بمحاولة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها واتبر نتنياهو ان تهديد جنود الجيش والشخصيات العامة فضيحة كبرى وقال ان قرارات الجنائية الدولية لم تؤثر في تصرفات دولته لكنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة في اسرائيل افادت مرسلة القاهرة الاخبارية بان العشرات من الاسرائيليين بينهم جنود احتياط وافراد من عائلات المحتجزين تظاهروا امام منزل عضو حكومة الحرب الاسرائيلية بيني جانتس للمطالبة بعقل صفقة للإفراج عن المحتجزين في غزة ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الحكومة بالرحيل اذا لم تتوصل الى اتفاق من اجل الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة اكد المدير السابق لمكتب الامن وحقوق الانسان التابع لوزارة الخارجية الامريكية شارلز بلاها ان واشنطن تتغاضى عن اي انتهاكات اسرائيلية متعلقة باستهداف المدنيين الفلسطينيين الابرياء في قطاع غزة اصدر بلاها برفقة مسؤولين مدنيين وعسكريين امريكيين سابقين تقريرا اوضح خلاله ان اسرائيل تعمدت استهداف عديد من الصحفيين وعمال الاغاثة ووجهت عشرات الضربات الجوية الى المباني السكنية ومخيمات النازحين دعم مطلق وغير محدود ومعاملة خاصة طالما الامر يتعلق باسرائيل هكذا وصف شارلز بلاها التابع لوزارة الخارجية الامريكية طريقة تعامل الادارة الامريكية مع الحكومة الاسرائيلية في ظل عدوانها على غزة المستمر منذ السابع من اكتوبر الماضي شارلز بلاها اكد انه بحكم وظيفته السابقة المتخصص في تتبع مدى امتثال الجيوش التي تتلقى مساعدات عسكرية امريكية لحقوق الانسان لاحظ ان واشنطن تتغاضى عن اي انتهاكات اسرائيلية متعلقة باستهداف المدنيين الفلسطينيين الابرياء في قطاع غزة كما اشار الى ان الولايات المتحدة تعامل اسرائيل معاملة خاصة لا تحصل عليها اي دولة اخرى مضيفا ان هناك تقديرا لا مبرر له في كثير من الحالات لوجهة نظر المسؤولين الاسرائيليين عندما يتعلق الامر بارتكاب جيش الاحتلال انتهاكات ضد الفلسطينيين المسؤول الامريكي السابق اكد انه اصدر رفقة اعضاء اخرين في لجنة غير رسمية تتضمن مسؤولين مدنيين وعسكريين امريكيين سابقين تقريرا اوضح ان جيش الاحتلال يتصرف في قطاع غزة بشكل غير قانوني وليس كما يزعم حيث استهدف العديد من الصحفيين وعمال الاغاثة وجه عشرات الضربات الجوية للمباني السكنية ومخيمات النازحين مخلفا عشرات الشهداء والقرحة دون وجود اي هدف عسكري في تلك المناطق تصريحات تشارلز بلاها جاءت متوافقة ومتشابهة لتصريحات جوش بول الذي كان يشغل منصبا اخر في وزارة الخارجية الامريكية والذي تقدم باستقالته احتجاجا على ما وصفه باندفاع الولايات المتحدة بتقديم الاسلحة الى اسرائيل وسط حربها في غزة وعلى الرغم من تحذيرات المسؤولين الامريكيين السابقين من الدعم المطلق لاسرائيل فان المعطيات تؤكد ان الولايات المتحدة مستمرة في موقفها الداعم لاسرائيل غير مبالية باعداد الضحايا التي اوقعتها الى الحرب الاسرائيلية خاصة في ظل اقرارها مؤخرا حزمة مساعدات عسكرية لتل ابيب تبلغ قيمتها 26 مليار دولار القت قوات الامن الامريكية القبض على 36 متظاهرا في جامعة ولاية اوهايو بعد رفضهم اخلاء مكان الاعتصام وتشبثهم بالتظاهر ضد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وقال المتحدث باسم الجامعة بنيامين جونسون ان من بين المعتقلين 16 طالبا بالاضافة الى 20 شخصا لا ينتمون الى الجامعة وتتواصل تظاهرات في 33 جامعة امريكية للتنديد باستمرار المجازر الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني واستمرار تقديم الولايات المتحدة الدعم العسكرية لاسرائيل يتصعد الاحتقان في الجامعات الامريكية التي تشهد مظاهرات متزايدة ضد الحرب في قطاع غزة بدأت هذه المظاهرات في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك لكن سرعان ممتدت هذه التظاهرات الى جامعات رائدة اخرى مثل جامعة نيويورك وييل وهارفرد وكذلك جامعة جورج تاون وجورج واشنطن وجامعة تيكساس ومينيسوتا تدخلت الشرطة في بعض الاحيان في هذه الجامعات لانهاء اعتصام الطلاب والذي انضم لهم بعض من اعضاء هيئة التدريس احيانا كما حدث في نيويورك وتيكساس لكن دون جدوى حتى ان مايك جونسون رئيس مجلس النواب الامريكي هدد بارسال الحرس الوطني وايقاف الابوال الفيدرالية التي تدفع لهذه الجامعات رسالة واضحة من المنظمين لن نتحرك حتى يأتي هذا المجمع الجامعي بمطالبنا وهددوا باستخدام الحرس الوطني لقد هددوا باستخدام القوة الوحشية ضد طلابهم ولن نقع في فخ هذه المفاوضات المظاهرة اللي عندنا هنا الاعتصام ده كله لسبب طلب واحد عندنا احنا عايزين الجامعة تسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة للأدوان الإسرائيلي على الناس في غزة والداعمة للإبادة الجماعية الغزة يعني إسرائيل بتعدي عليه على غزة وعلى الناس في فلسطين أنا جزء من مجموعة جنوب أفريقيا من أجل فلسطين الحرة والتي تدعم قضية حكومة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ولكنني أيضا طالب هنا وأؤيد النضال من أجل فلسطين حرة النضال من أجل وضع عقوبات ضد إسرائيل لقد قام طلاب بعمل رائع في بدل كل ما في وسعهم لدوان الخفاظ على سلامة بعضهم البعض حيث هناك خوف من رد الفعل العنيف ضد الجامعات إنهم يهددون باستخدام الحرس الوطني والعنف ضد الطلاب ونحن لن نردخ حتى تتم مطالبنا أنا أحتج لمساعدة العالم على معرفة مدى تواطئ كولومبيا في دعم الإبادة الجماعية في غزة أنا أحتج أيضا على آلاف الأطفال الذين قتلوا في غزة والذين لم تسمع أصواتهم وأحاول بشكل أساسي التقاط ما لم يتمكنوا من التقاطه وأن أكون أصواتهم نوعا ما في وقت لا توجد فيه أصواتهم حقا في وسائل الإعلان في جامعة كولومبيا بولاية نيويورك استمرت طلاب في نصب خيامهم وعزمهم على عدم فضل اعتصام إلا إذا استجابت الجامعة لمطالبهم وفي مقدمتها قطع الاستثمارات المتبادلة بين الجامعة وإسرائيل الإدارة الأمريكية من جانبها تعيش حالة من القلق جراء هذه الأزمة مما دفع كارين جانبير المتحدثة باسم البيت الأبيض أن تتنصل من هذه الأزمة وتقول بأن الرئيس جو بايدن مع حرية الرأي والتعبير طلبات مشروع لطلاب الجامعة يريدون أن يعلموا أين أموالهم التي يدفعونها تذهب وكذلك وقف كل الاستثمارات ما بين الجامعة وإسرائيل هذا ما يحدث في جامعة كولومبيا العريقة المقوضات امتدت لأكثر من سلاسين ساعة لكن ما زال هناك كلام ياسو نوردين القاهرة الإخبارية نيويورك نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل العراق يشكل لجنة للتحقيق في ملادسات هجوم بطائرة مسيرة على حقل غاز أصفر عن مقتل أربعة أشخاص اشتركوا في القناة أفدت مصادر إعلامية لبنانية بأن إسرائيل شنت غارتين على شبعة وكفر شوبة جنوبية لبنان يأتي هذا فيما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي وكان الحزب كشف عن قصف موقعين عسكريين في شمال إسرائيل بعشرات السواريخ أعلنت جماعة الحوثيين أنها استهدفت سفينة النفط البريطانية أندرو ميدا ستار في البحر الأحمر وكشفت الجماعة أنها أسقطت طائرة مسيرة أمريكية نينتراز مكيو ناين في المجال الجوي بمحافظة صعدة اليمنية كانت قد أفادت تقارير إعلامية بأن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا من تاعج جنوب غرب اليمن صوب البحر الأحمر وكشفت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أن الصاروخ الذي تم إطلاقه لم يسفر عن حدوث إصابات أو أضرار وأوضحت القيادة المركزية أنها اشتبكت في عملية منفصلة مع زورق مسير وطائرة مسيرة ودمرتهما في منطقة يسيطر عليها الحوثيون أعلنت فصائل عراقية استهداف ما وصفته بالهدف الحيوي في حيفا وأشارت في بيان إلى أن عملية الاستهداف تمت بالطيران المصير ولم يحدد البيان طبيعة هذا الهدف أو نتائج عمليات القصف أدانت الولايات المتحدة الهجوم على حقل خور مور للغاز بإقليم كردستان في العراق وكانت رئاسة العراقية استنكرت القصف الذي استهدف حقل الغاز فيما أعلنت القوات المصلحة العراقية تشكيل لجنة تحقيق فنية بشأن ملابسات الهجوم بمسيرة على حقل كور مور في محافظة السليمانية وفادت حكومة الإقليم بمقتل أربعة أشخاص إثر الهجوم الذي استهدف حقل غاز كور مور وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم إن الحقل تعرض لأضرار بالغة ستؤثر في إمدادات الكهرباء بقدر كبير قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين أسهمت في اتخاذ خطوات ملموسة للتعاون في بعض القضايا التي تهم شعبي البلدين والعالم بأسره وطلب وزير الخارجية الأمريكي من الصين الإسهام في تهديئة التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من واشنطن لشانغهاي إلى بكين شق الطائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طريقها إلى الصين حاملة معها رسائل عدة من البيت الأبيض وأخرى من حلفاء واشنطن في أوروبا وأسيا زيارة تأتي في ظل توترات تشهدها الساحة العالمية هي الأخطر والأعنف في تاريخ العالم الحديث بلينكن الذي لم تكن زيارته للصين بالسهلة إذ أعرب خلال زيارته لبيكين عن مخاوف بلاده تجاه التحركات الجيوسياسية والاقتصادية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وأسيا والتي تتعارض بدورها مع التحركات الغربية في هذا الشأن التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين كان حاضراً خلال مناقشات المسؤول الأمريكي البارز مع المسؤولين الصينيين حيث ناقش بلينكن خلال زيارته لبيكين المحاولات الصينية لإغراق الأسواق الأمريكية بالبضائع الرخيصة في منتقد العملاق الصيني التحركات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم غير مبررة على المنتجات الصينية الحرب الروسية الأوكرانية كانت أيضاً على طويلة المناقشات بين وزير الخارجية الأمريكي والمسؤولين الصينيين حيث أعرب بلينكن عن قلق واشنطن من دعم بيكين العسكري لموسكو فيما دعت الصين الولايات المتحدة للعمل من أجل وقف الحرب الدائرة بين موسكو وكييف والتي دخلت عامها الثالث التوترات في دول جنوب شرق أسيا كانت حاضرة أيضاً على طويلة المناقشات فقد عبر وزير الخارجية الأمريكي عن قلق بلاده حيال التوترات التي يشهدها بحر الصين الجنوبي بين الصين من جهة وبين فيتنام والفلبين من جهة أخرى مطالباً بخفض حدة التوترات التي تشهدها هذه المنطقة ولم تغب قضية تايوان عن المناقشات الأمريكية الصينية حيث شدد المسؤولون الصينيون خلال لقائهم بلينكن على ضرورة عدم دخول الولايات المتحدة طرفاً في الأزمة الدائرة حالياً فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي وحرص بلاده على الوصول لصيغة مشتركة لخفض حدة التوترات بين بكين وتاي بيه وإلى الشرق الأوسط حيث الحروب والصراعات فقد طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكن من الصينيين استخدام نفوذ بكين في خفض حدة التصعيد التي تشهدها المنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زيارة ليست بسهلة وقائمة طويلة من الخلافات بين واشنطن وبكين ومراقبون ينتظرون توابع زيارة بلينكن للعملاق الصيني في ظل أوضاع ملتهبة يشهدها العالم على الأصعدة كافة رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناظرة سلفه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب وأوضح بايدن أنه سيشارك في مناظرة أمام ترامب منافسه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر القادم وأضاف في مقابلة مع الإعلام الأمريكي أنه لا يعلم حتى الآن توقيت المناظرة إلا أنه يرحب بها أعلن قصر باكينجهام أن ملك بريطانيا شارلز الثالث سيستأنف مهمه العامة الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان وقال متحدث باسم القصر إن ملك بريطانيا سيستمر في برنامج العلاج إلا أن الأطباء أعربوا عن سعادتهم بالتقدم المحرز حتى الآن إذ أصبح الملك قادرا على استئناف عدد من واجباته العامة وكان القصر أعلن إصابة الملك البالغ من العمر 75 عاما بنوع غير محدد من السرطان اكتشفوه في الاختبارات بعد إجراء تصحي لتضخم البرستاتا أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن مشتريات أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي أن هذه هي أكبر حزمة مساعدات من الولايات المتحدة حتى الآن مشيرا إلى أن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية من شأنها أن تحدد مصارى العالم في العصر الحالي يسعدني أن أعلن اليوم عن انتزام إضافي بقيمة 6 مليارات دولار لشراء أسلحة وقدرات عسكرية جديدة لأوكرانيا هذه هي أكبر حزمة مساعدات أمنية التزمنا بها حتى الآن وستشمل صواريخ دفاع جوي وذخائر مدفعية وجوية إن نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية من شأنها تحديد مصاري العالم في عصرنا الحالي لذا لا يمكن أن نسمح لروسيا بالانتصار لأن العواقب سوف تكون وخيمة بينما المخاطر تدور حول محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية خوفا من نتائج كارثية بسبب الحرب الروسية تحل اليوم الذكرى الثامنة والثلاثين لكارثة مفاعل شرنوبل الأوكراني والذي تم تصنيفها كأسوأ كارثة نووية عرفتها البشرية منذ الخليقة وقد أدت الكارثة إلى تغيير المفاهيم الخاصة بالأمن والسلامة بعد الانفجار الضخم الذي شهده المفاعل لم تعرف شعوب العالم يوما أو تملك الخوف قلوبهم وعقولهم كما حدث في يوم السادس والعشرين من إبريل لعام الف وتسعمائة وستة وثمانين الذي شهد أكبر كارثة نووية عرفتها البشرية في مفاعل تشيرنوبل بأوكرانيا تصدرت كارثة تشيرنوبل النووية قائمة أخطر وأسوأ الكوارث النووية مع تأكيد العلماء زيادة حجم الإشعاع الناتج عنها بواقع أربعمائة مرة عن قنبلتي هيروشيما ونجزاكي التي ألقتهم الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان في الحرب العالمية الثانية ووقعت الكارثة نتيجة عيوب في تصميم المفاعل النووي فضلا عن عدم اتباع العاملين به لبروتوكولات السلامة المهنية ما قادا لانفجار كبير انتقل معه التلوث النووي خارج الحدود الأوكرانية وامتد لعدد من البلاد الأوروبية كانت السويد أكثرهم تضرراً ورغم مرور ثمانية وثلاثين عاماً على كارثة تشيرنوبل في أوكرانيا لا يزال تأثيرها في المناطق المحيطة بالمفاعل شهدة على الكارثة التي تسببت في إجلاء مئات الألاف من السكان وإقامة مناطق عازلة تمتد لعشرين ميلاً وإصابة آلاف السكان بأمراض نتجت عن تأثرهم بالإشعاع ليبقى اسم تشيرنوبل مرادفاً للرهبة والخوف المسيطر على العقول قبل الأجساد ونقطة سوداء في تاريخ العالم النووي تحتاج إلى زهاء عشرين ألف عام لتمحى آثرها الإشعاعية بحسب دراسات والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد اشتركوا في القناة قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن الهيئة تتطلع لأن يصبح الممر المائي المصري مركزاً لوجستياً إقليمياً وطرح خلال لقاء مع مسؤولي شركة هونداي كوربريشن هولدينجس في كوريا الجنوبية خطة الهيئة لجذب الاستثمارات في مجالات جديدة منها توفير خدمات الإصلاح والصيانة للسريعة اللازمة للسفن عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هونداي عن تطلع شركته لضخ استثمارات جديدة في مشروعات قناة السويس نظراً لما تحظى به القناة من موقع جغرافي متميز وإمكانيات وفرص واعدة أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة دون تغيير حيث تستمر مخاطر التضخم الناجمة عن ضيق سوق العمل وتزايد الإنفاق الاستهلاكي في حصار البنك المركزي وطرق صناع القرار النقضية سعر الفائدة الرئيسية عند 16% للاكتماع الثالث على التوالي وهو ما يتوافق مع التوقعات الاقتصاديين وقال البنك إنه سيواصل التجديد النقضي لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق وسط توقعات بالتصارع التضخم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستواجه نقصاً في الكوادر والكفاءات خلال السنوات المقبلة بعد مغادرة مئات الآلاف من الروس إلى الخارج منذ بدء الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022 وأضاف أن موسكو تلجأ عادة إلى استقدام العمالة من الخارج لتعويض نقص الأيد العاملة لكن ذلك لن يحل المشكلة وتواجه روسيا نقصاً كبيراً في العمالة يطول أيضاً الوظائف ذات المهارات المنخفضة ارتفع المؤشر المفضل لدى بنك الاحتياط الفدرالي لقياس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة في مارس مما فاقم المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار على أكبر اقتصاد في العالم وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي والذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة بنسبة 3 من 10 بالمئة بوتيرة شهرية وسجل ارتفاعاً بنسبة 2.8 من 10 بالمئة بوتيرة سنوية وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام خلال الشهر الماضي بنحو 2.7 من 10 بالمئة مقابل مستوى في الشهر ذاته من العام السابق رفعت شركة برمجيات العملات المشفرة دعوة قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبرصات الأمريكية وترى الشركة أن اللائحة التنظيمية للتعامل على عملة إثيريوم تمثل محاولة للسيطرة على مستقبل العملات المشفرة من جانب الهيئة التنظيمية الأمريكية تأتي هذه الدعوة القضائية مع التطقيق المتزايد لهيئة الأوراق المالية على ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن إن اقتصاد بلادها لا يزال قويا على الرغم من أن بيانات النمو في الربع الأول جاءت أضعف من المتوقع وأضافت أن التضخم بأكبر اقتصاد بالعالم في طريقه نحو مستواه الطبيعي وأشارت يالن إلى أن القراءة الأضعف من المتوقع للنمو ليست مثيرة للقلق إذ إن مقاييس النمو الأساسي قوية ونمى الاقتصاد الأمريكي بنحو 1.6 من 10% خلال الربع الأول وهي أبطأ وطيرة للنمو منذ الربع الثاني من عام 2022 وأقل من التوقعات البالغة 2.4 من 10% أبقى بنك اليابان على معدل الفائدة دون تغيير عند مستويات تتراوح ما بين 0 و 1 من 10% ويأتي القرار بعدما جاءت بيانات التضخم في توكيو عند مستويات أقل من التوقعات في إبريل الجاري حيث سجل التضخم الأساسي مستويات 1.6 من 10% ورفع البنك توقعاته للتضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 3% ارتفاعا من 2.5% كما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي والآن ننتقل إلى أغبار الرياضة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي وفي الرياضة نبدأ مع دور أبطال إفريقيا لكرة القدم حيث صعد الأهل المصري للمباراة النهائية للمرة الخامسة على التوالي بفوزه على مازينبي الكنغولي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما ذهابا بدون أهداف كما تأهل الترجي التونسي للمشهد الختامي بفوزه على السانداونز الجنوب إفريقي بهدف للا شيء بعد فوزه ذهابا بنفس النتيجة قال أرنيس سلوت المدرب الحالي لفينورد الهولندي والمرشح لتدريب ليفربول إن المفاوضات تسير بين الناديين على ما يرام وأضاف أن الإعلان عن رحيله سيكون قريبا للغاية أنا واثق من أن الأمور ستسير على ما يرام لأنني أعتقد أنه تم بالفعل تقديم عرض جيد جدا ربما يمكنك دائما النظر إلى الأمر بشكل مختلف لكن هذا العرض موجود بالفعل وفي الماضي كان أعضاء الفريق الذين غادروا أيضا يمنحون هذه الخطوة في ذلك الوقت حسنا الآن أنا حقا لألطب معروفا بعد ذلك سيكون القرار للنادي هو نعم نرغب في الحصول على الكثير من المال إنه أمر مبرر تماما بالطبع ومن ناحية أخرى أعتقد أيضا أنه سيكون هناك بعض الامتنان من جانبهم على مدى السنوات الثلاث الماضية ويجب إيجاد التوازن من حيث رسوم الرحيل لتدريب ليفربول وفي الجانب المقابل أكد يورجين كلوب المدرب الحالي لفريق ليفربول أن سلوت قدم قرة قدم جيدة مع فينورد وأضاف أنه في حال التعاقد معه سيملك أفضل وظيفة في العالم تعجبني الطريقة التي يلعب بيسلوت مع فينورد أنا لا أعرف بعد لكن بعض الناس يقولون لي إنه رجل جيد حقا وأنا أحب ذلك كثيرا ليس من اختصاصي الحكم على هذه الأشياء لكن الأمر يبدو جيدا بالنسبة لي وفي حال التعاقد معه سيملك أفضل وظيفة في العالم مع أفضل ناد في العالم أعلنت نجمة قرة القدم البرازيلية مارتا الحائزة على كائزة أفضل لعب في العالم ست مرات نيتها اعتزال اللعب مع المنتخب الوطني بعد العام الجاري وقالت مارتا في تصريحات إعلامية إنها تأمل المشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس على أن تكون آخر بطولة كبرى لها مع المنتخب الوطني وسعدت مارتا البرازيل على الفوز بالفضية في دورتين أولمبيتين عامي 2004-2008 كما فازت بلقبين في دورة ألعاب عموم أمريكا عامي 2007 وثلاثة بطولات كوبا أمريكا أعوام 2003-2010-2018 إلى هنا تنتهي نشراتنا وهذه تذكرة بالعناوين أنباء عن قصف الاحتلال مناطق اعتبرها آمنة ينوبية غزة واستهداف مخيم بالنصيرات بلينكين يزور إسرائيل الثلاثاء لمناقشة صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وعملية اجتياح رفح الفلسطينية الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة